موسيقى أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج تأمين اليوم سنتحدث عن مشاغبة يقوم بها بعض المؤمنين نجد الكثير من الحالات التي يتم من خلالها افتعال الحوادث أغلبها تحدث ربما في مجال الحرائق ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون الافتعال افتعال الحادث منطبق فقط على حالات الحرائق نسمع أيضا عن الافتعالات التي تنطلي أيضا أو التي يمكن أن تدرج تحت طائلة الاحتيالات أيضا بشكل عام في التأمينات الحياة إذ تقع دائما شبهة جنائية أن يكون أحد الزوجين قد تعرض لربما عملية استهداف مخصوص حتى يتم الحصول على التعويض بغض النظر عن الأسباب التي تدفع الأشخاص للإندفاع نحو وقوعهم في هذا النوع وارتكابهم لهذا النوع من الأخطاء والأكيد الغاية هي الحصول على التعويض ولكن سنناقش كيف تكتشف شركات التأمين أن هذا الحادث مفتعل وليس عرضي أو كان بسبب حادث حقيقي سنتوقف على تفاصيل هذا الموضوع ولكن البداية مع آخر أخبار التأمين لهذا الأسبوع ارتفعت حصيلة منظومة التأمين الصحي بدبي حيث اتسعت مظلتها لتضم حاليا أكثر من خمسة ملايين بوليس التأمين بعد أن كان هذا العدد لا يتجاوز 600 ألف بوليس عام 2013 قبل صدور قانون إلزامية التأمين الصحي في دبي وبلغ حجم سوق التأمين الصحي في دبي أكثر من 17 مليار درهم قال خبراء على هامش ملتق شرم الشيخ الثاني للتأمين وإعادة التأمين أن نسبة الإنفاق بسوق التأمين المصرية بلغت نحو 38% كما صلت الضوخ للملتقى على ارتفاع حجم الأقصاد بالسوق المصرية ومن جهة أخرى أكد الخبراء أن 70% من الأفراد بمصر ما زالوا يفضلون وسط التأمين للحصول على الخدمات مؤكدين على أهمية الابتكار الفعال خاصة وأن الابتكارات بالتأمين بلغت 60% ولذلك يجب تطوير منتجات تفي باحتياجات السوق وتستخدم التكنولوجيا تتعدد القصص والروايات الهولوودية فيما يتعلق بالطرق التي يفتعلها الكثير ممن يعتبرون أنفسهم أذكياء وهم أذكى من القانون وأذكى من المحققين يفتعلون حوادث يخفون الأدلة ليحصلوا في نهاية الأمر على التعويض وخاصة إذا كان هذا الشخص المؤمن يعلم جيدا عن قيمة التعويض كبيرة ويمر ربما بضائقة مالية يعني أغلب الحوادث تكون خلفية أن الشخص ليس جشع بقدر أنه يحتاج إلى المال فيلجأ إلى هذا النوع من الإفتعالات لكن جركات التأمين تقف على تفاصيل كثيرة قبل أن تقرر تحميل المسؤولية أو دفع التعويضات وهذا حقها خاصة إذا كانت التعويضات طائلة نتابع التفاصيل في هذا التقرير بين الحين والآخر يظهر في الصحة العامة سيناريو افتعال الحوادث من قبل أفراد أو شركات وذلك من أجل الحصول على التعويضات من شركات التأمين وتختلف أنواع الحوادث من حادث إلى آخر قد يكون عبارة عن افتعال حرائق داخل بيوت أو مصانع أو حتى محال تجارية كما يمكن أن يكون الحادث متعلقا بالتأمينات الصحية وغيرها مما يشكل جزءا من القطاع الطبي كما قد نشاهدها على مستوى التأمينات الحياة بالإضافة إلى حوادث السيرة وبحسب بعض خبراء التأمين فإن نسبة افتعال الحوادث في المنطقة العربية بلغت 15% حيث تكررت الظاهرة بشكل كبير في الأوينة الأخيرة ففي هذه الحالات يتوجب على شركات التأمين إجراء التحقيقات وعدم الاكتفاء بالتقارير اللازمة عن الجهات المعنية التي تحقق في الحادث قبل اعتماد صرف التعويض المنصوص عليه في بوليسة التأمين وفي واقع الأمر تعمد شركات التأمين للتعاقد مع شركات متخصصة وخبراء جانب لدراسة الحادث من جميع الجوانب لا سيما في حال الاشتباه بوجود شبه جنائية لإفتعال هذه الحوادث إذا نناقش هذا الموضوع مشاهدين مع الخبراء ومعي في استوديو البرنامج السيد وليد الجيشي وهو رئيس مجموعة المعاينون العرب الدولية أهلا ومرحبا بك معنا سيد وليد ومعنا أيضا من الكويت السيد حسين العتال وهو الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين التكافلي أهلا ومرحبا بك معنا سيد حسين دعني أبدأ مع ضيفنا سيد وليد في الحديث عن ليس نسبة الحرائق أو نسبة الحوادث التي يتم ربما معينتها للكشف إذا كانت هي بفعل فاعل أم هي تأتي بحوادث عرضي سيد وليد خبرتك ليس فقط في هذا القطاع أنت في التأمين لك من عشرات السنين ما شاء الله وبالتالي تمر عليك الكثير من حالات افتعال الحوادث أكثر الافتعالات تكون في أي مجال في مجال التأمين الافتعال يشمل كل أنواع التأمين الحرائق واحدة منها السرقة واحدة منها اختلاس الأموال الواحدة منها تأمينات الحياة خاصة في منطقتنا العربية حيث العمالة الأجنبية والمستثمرين الأجانب يحضرون ويغادرون كثيرة وقد كشفنا العديد منها خلال السنوات الأخيرة ولازلنا المشكلة في موضوع التأمين أن التأمين على شيء غير معلوم إذا كان معلوم فلا تأمين عليه فكونه غير معلوم هنا الإشكال عندما تقع الواقعة تأتي عملية التحقيق في مسبباتها في ظروفها وفي ما نسميه السبب الأكفأ للواقعة فإذا كان المجال يسمح نأخذ الحريق كنموذج نحن عندما نباشر التحقيق نبحث عن السبب الأكفأ ما الذي سبب الحريق ما هي ظروف التي أدت إلى الحريق لا نستطيع أن نتهم المؤمن له مسؤولي قانوني إلا إذا تبين لدينا بما لا يقبل الشك أن هناك بيّنة مقبولة دليل قاطع لسوء الحظ في هذه الحوادث الاجتهاد كثير خبراء الشرطة الجنائيين قد يتوصلوا إلى نتيجة وهذه تقوّل موقف نستعين بخبراء أجانب وعادة ما نصل إلى نتيجة ونكون واقعيين يأتوننا بنتائج ربما محتمل غير مستبعد وهذه لا تؤدي نتيجة لكن هناك عوامل أخرى تأخذ بعين الاتبار الدوافع المالية طبيعة البضائع أو الأشياء التي احترقت خلينا نحكي عنها بشق آخر لأنه اللي ذكرته الآن جوهر حديثنا وهذا أمر أهم جدا وأنتقل به إلى ضيفنا سيد حسين سيد حسين شركات التأمين قبل أن تقدم على إصدار أي وثيقة تأمين وتغطية تدرس الأخطار تدرس فرصها في الأرباح سترفع الأقصاط وستجيب عندها الخبير الإكتواري قيم الخطر وكل ما زاد الخطر بزيد القصة عندها كما ذكر سيد وليد موضوع افتعال الحوادث ذكر عندك سلسلة طويلة جدا من هذه المنوعات خلينا أسميها أيها في المنطقة العربية تجد أنه الأكثر ميلا لتحقيقه أنا هنا لا أشجع أي حد على أنه يقدم عليها ولكن فعلا تجد أنها تتكرر كثير عندنا في المنطقة وما بعرف ليش في حقيقة الأمر أنا أضم صوتي إلى صوت الأستاذ وليد كما تفضل في بداية الحديث أستاذ وليد في كل كل ما قالها أمانتين ولكن أعطيت بس إحصائية نسبة المطالبات اللي فيها فرود في الاتحاد الأوروبي تمثل حوالي 10% في كندا حوالي 15% في دول وطن العربي حوالي 15% هذا الأمر موجود منذ قدم التأمين نفسه هذا الأمر موجود لأسباب متعددة لا نستطيع الجزء فيها قد تكون بفعل فاعل متعمد قد تحتاج لهذا الأمر في لحظة بعد مضي عملت التأمين ولكن موجود موجود لكن الحد من هذا الأمر وفي الوطن العربي 15% هذا سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الأقصاط التأمينية على متقبل التأمين ككل فهذا أمر لا بد أن تتصدى لشركات التأمين وكذلك الهيئات موجودة في هذه الدول نعم لا بد من وجود وحدة لا بد من وجود وحدة لفحص المطالبات اللي يكون فيها هذا الأمر اللي فيها القش مع ذلك الشركات التأمين عندها أكثر من خط حماية في هذا الموضوع أول شيء يكون عندها المعاين لهذا الخطر الحريقة أو على سبيل المثال لحالة اللي صار لا بد أن يكون المعاين على درجة كاملة من الذكاء والفطنة ومعرفة أسباب الحريق على سبيل المثال لا بد أن يكون لمجتهد اجتهاد في عاملة التصوير لا بد أن ينتقل إلى شركات التأمين دائما من تبلغ عن الخطر فورا تذهب إلى مكان الخطر وتعمل الأمور متعلقة فيه بدءا بالتصوير ومتابعة العملية كاملة وبالسؤال وبكل الأمور التي يحتاجها جميل جدا مع ذلك بس أكمل هذا لو سمحتك مع ذلك شركات التأمين عندها خط ثاني اللي هو لس أجستر تستعين بناس لهم قدرة على وضع هذا الأمر في نصابه وهذا الكثير من المكاتب المتخصصة في جميع دول فيها تأمين سنأتي على ذكرها إذا أنتقل مشاهدين إلى سيد وليد يذكر سيد حسين أنه في نسبة ليست بالهينة من افتعال الحوادث في المنطقة العربية الـ 15 في المئة ودون الاستعانة بخبراء دوليين أو في المنطقة أو لديهم خبرة في هذا النوع من الحوادث فستقع ربما شركة التأمين في هذا الخطأ كم يأخذ عادة الزمن حتى تقرر شركة التأمين إعطاء الإفادة الأخيرة أنا هنا أريد أن أشير إلى إشكالية مستمرة أن الإفتعال قد يحصل من طرفين قد يحصل من موظف بسبب خلافه مع رب العمل بدي يورط رب العمل والقانون المواد القانونية الوضعية بتقول تسأل شركة التأمين عن أي خطأ أو عمل يقوم به مستخدمي المؤمن له إلا إذا كان بتعليمات من المؤمن له ويكون تحريط ممكن فيه عمل جزائي يستوجب للجزاء هذه واحدة مشكلية التاني بالنسبة للمؤمن له عملية ليست سهلة لأنه ليس فقط إثبات سبب الحريق قد أثبت أن سبب الحريق وجود بقايا بنزين أو كيروزين في الموقع الحريق ما نوضعها وعندي حادثي الآن في المحكمة لم تستطع الشرطة إثبات ما نوضعها بقي أن واضعها مجهول ربما متدخن من الخارج ربما واحد من العمال وليس صاحب العمل فلذلك مثل ما قلت أنا صعب إثباتها لازم تكون البينة لا تضحض حتى تصير جزائي طبعا أكيد وكلما كان الحادث يعني يخفي الأدلة مثل الحريق أو غير بتصعب أكثر المعاين أرجو أن تبقى معنا سيد وليد الجيشي وأيضا ضيفنا من الكويت سيد حسين العتل سنعود مشاهدين إذن بعض الفاصل وندخل هذه المرة إلى الاحتيالات الأخرى أو الافتعالات الأخرى يعني الصرقة إحداها التأمين الحياة وربما نصل إلى أكثر من شبهة جنائية أو جنحة يعني ننتقل إلى هنا ما يسمى بالجريمة بعد الفاصل ونعود لكم في تأمين مشاهدين افتعال الحوادث للحصول على التعويض من شركات التأمين ليس بالأمر الهيان ولكن أيضا شركات التأمين تنتبه لهذه القضايا تستعين بالمعاينين والخبراء ورغم ذلك ورغم التطور التكنولوجي إلا أنه في الكثير من الحالات تغلق القضايا لعدم وجود الفاعل الحقيقي ولربما في نهاية الأمر يحصل التعويض أعود إلى ضيوفي سيد وليد الجيشي في الستوديو وأيضا معنا من الكويت سيد حسين العتل وأعود لك سيد حسين يعني سيد وليد ذكر أمور كتير دقيقة وهو يشهد بشكل يومي ربما هذه القضايا دعني أتحدث معك في الجانب المتعلق بالسرقة وكذا وكأن الموضوع كله تحت وثيقة الممتلكات فعلا هي وثيقة واحدة تغطي كل هذه الأضرار في أكثر من وثيقة لكن الوثيقة الأشمل هي property or risk تغطي جميع مال الممتلكات ولكن أحب أؤكد على كلام الأستاذ وليد أن الاحتيال قد يكون داخلي وقد يكون خارجي داخلي هو من داخل الشركة قد يتواطئ موظف المطالبات والتعويضات مع المؤمن له أو لا سمح الله في حالة من الأحوال يتواطئ مع المؤمن له هذا يسمونه داخلي والخارجي أن يتواطئ الأعمين نفسه من الخارج على شركة التأمين وكلاهما موجودان والنسبة متفاوتة ولكن هذا كله يتسمى تحت الفساد التأميني في المطالبة وعلى شركة التأمين أن تتحقق من جميع الأمور موجودة على سبيل المثال أعطيت حالة عن الفساد الداخلي في property or risk يغطى على سبيل المثال معظم الوثائق ما تنص حرفيا على مياه السويج اللي هي مياه المجاري نجد أن بعض البمتلكات تغرق من مياه المجاري خرمكم الله ولكن التغرير يطلع أنها مياه أمطار لكن لما تكون الشركة ذهبت إلى الموقع وصورت الأماكن وعرفت منين جاية وخذت تغرير ثبات حالة بأن هذا الأمر نتج عن مياه مجاري وليست مياه أمطار فبالتالي هناك عملية حفظ حقوق الشركة عن طريق معاين مالها الداخلي وجاي مناسبة لهذا المثال لأننا نعشيتها هلا وأمطار وتكثر عندك هذه الحالة نعم هذا من العام الماضي يعني خلص صحيح كشفناهم هذه الساعة ما فيه كشفناهم سيدا حسين نعم وفيه كذلك أعطيت أن تقلت إلى موضوع آخر في الطبي على سبيل المثال التأمين الطبي قد يكون لسيدة من السيدات لها كرت صحي للولادة دعنا نفترض اسمها حصة وأنا بقيتها سامي حالثة وقعت حصة عندها كرت ولدت في شهر يناير أنجبت نعم في شهر مارتش ولدت مرة ثانية نفس حصة هل يعقل؟ هل يعقل حصة تولى المرتين؟ محوشيته كاين يا أستاذ في شهرين ثلاثة محوشيته تعطي الكرحة يعني هذا نفسي نفس الضرس بخلعه كل مرة نفس الضرس بخلعه حالة عملية حدثت في مملكة العربية السعودية يعني زي اللي بقول لك حتى لما يعشوا غش بذكاء يا أخي غش بذكاء حتى لما تغش طيب سيد حسين نعود لضيفنا سيد وليد في هذا الموضوع وموضوعه مضحك ممكن حقيقة ونحن لا نشجع على أفتعال هذه الحوادث أكلمت يا أخي وأنا متأكدة أنها واقعة حقيقية لسه نحن كنا نتكلم عن الأسنان أخف بلال تكلمنا عطيت حالة محزنة خليها شوي سيد حسين خليها شوي بعد شوي خلينا نرجع لسيد وليد أولا وأفترض معك حوادث السرقة يمكن هي أكثر هذه التي تفترض عنصر حسن النية وخاصة إذا شخص مسموعياته جيدة وتم تقييم ممتلكاته من مجوهرات لوحات فنية ألماس وغيرها خزنة في المنزل وكان عنده ضائق مالدية أو عنده جشع قام بتخبئة هذه الممتلكات وادعى أنها سرقت ابتداء أؤكد على ما تفضل به الأخ حسين لذلك نحن وبالناحية الخبرة تطبيق للخبرة دائما نبحث عن السبب الأكفأ ما هو السبب الأكفأ المؤدي إلى الخسارة سواء كان حريق أو سرقة أو كما تفضلت مجوهرات أو شيء والسبب الأكفأ يكون في ظروف في موقع وفي مبررات لحصوله لا أستطيع أن أقول أن شخصا ما سرق من منزلي دون أن يدخل عنوة وبالكسر والخلق هذه مؤشر وهذه أصعب جزء في عملنا ما تغيرت الأفكار يعني يعني يبطل للناس بدها تكسر بدها لسه يعني ممكن تدخل ويكون صديق المنزل يكون حد كان ضيف عندهم في السهرة يوم يعني ممكن كتير يكون عندك هو كلامك صحيح لكن أيضا لما بجيني أنا سيدي تقول لي لابسي خاتم ألماز قيمته ستين أرب دولار وأنا بسبح في البحر وقع وراح علي أنا تساءل لماذا تلبس خاتم ألماز وهي في البحر وتسبح ومن واجباتي في التحقيق أنه أتابع موضوع الموضوع وأفاجأ بعد فترة بأن لها صورة في حفلة تلس نفس خاتم الألماز سبحان الله حطت حالة في موقف محرج هذه أحيانا بالسيط ليست شائعة لكنها تحصل يعني فعلا وجينا على النقطة الثانية لنقول شخص أخذ بصير ريس التأمين حياة في الإمارات من أدربيجان بتلاتي مليون دولار وغادر بعد شهر من عنده رخصة في عجمان إلى بلده أدربيجان وأرسل شهادة وفا للتأمين ومرته حصلتها كلفنا في المتابعة طلبنا من مراسلنا في موسكو يطلع على أدربيجان أنا أتكلم نفس اللغة وأنا قلت له بالحرف الواحد اذهب إلى هذا العنوان وهذا الاسم وهذه صورة الجواز وخذ معك هدية شوكولات واردي اللي بدك هي وقول إنك صديقه جاي تطمن علي وعندما قرأ جرس الباب فتحت له السيدة فقال لها أنا صديقه جاي أتطمن علي وجايب الهدي فصرخت على زوجها ونادته فوجده حيا نرزق وقاعة تانية ليش أنت الحياة أنا أبوهمة يعني فيها كثير قصص ولكن نحن لا نريد أن ندرج القصص بقدر أن ندرج حقيقة شركات التأمين ما تضطروا إلى أن تدفع نفسها بالوقت وغيرها والتكاليف للحصول على النتيجة سيد حسين فيما تبقى من وقت البرنامج أين تقف شركات التأمين لتدقى كثيرا فيما تقدم بعد أن تختفي لديها الدلائل يعني هل هي مضطرة في ناية الأمر أن تقدم التعويض حقيقة الأمر أن شركة التأمين يعني التأمين هو منتهى حسن النية صح عند أبرام العقد مع المؤمن له التأمين هو منتهى حسن النية ولكن وقوع الخطر قد ينجم عنا سوء نية من بعض المؤمن لهم فبالتالي شركات التأمين تكون حذرة جدا مع هذا النوع من الغش وهناك بعض الأمور تنتهج شركات التأمين بالتعاون مع شركات التأمين الأخرى بأن تنمي الوعي التأميني عندها وقعت عندها حالة من الحالات على سبيل المثال الحوادث السيارات السيارات هذه موجودة في كل مكان نعم غطيناها في حلقة كاملة موضوع السيارات ولكن أنا مهتم قبل أن ينهي الحلقة كان عندك مثال إذا سريع ممكن نسمعه إحدى القصص أعطيت مثال محزن واحد عنده تأمين صحي واحد عن تأمين صحي في المملكة العربية السعودية واحد من جيرانه ابنه تعرض إلى حالة دهز من سيارة نظافة فأعطى ولده الكرت مال ولده على ما وصل للمستشفى ودخل بعد يوم يومين الولد توفى فأطلعت شهادة الوفاة باسم الولد الحي وليس الولد الميت فدخلوا بمتاهة أنا أكلمت عن وقائع حدثت وهذا مهم جدا التنبيه والوعي للأخطار نحن نكون عاملينها خير بس ممكن تجينا بنهاية الأمر حتى لأن وقت البرامج انتهى أرغب من ضيوفنا فقط في أقل من دقيقة استنتاجات سريعة سيد وليد هل تعتقد أن عدم الوقوع في خطأ وجرم افتعال الحوادف أفضل كثيراً مما ينتظر الفرد في حال تبتى أنه افتعل الحريق أو افتعل الحادث سريعاً بالتأكيد بالتأكيد مثل ما تفضل أحسين شركات تأمين تتعامل بمنتهى حسنية ودائماً تنظر إلى الموضوع لا تسأل ليش أدفع تسأل لماذا لا أدفع يجب أن يكون هناك سبب مقنع فلذلك كل المطلوب هو الوعي تحليل الخطر مثل ما تفضل وهذا مهم قبل إجراء التأمين أو دراسة الخطر وبالتالي الخبير يقوم بدوره بكفاءة نعم جميل جداً سيد حسين سأعكس السؤال تماماً لو كان في حسنية لو حدث كارثة أو حادث لا سمح الله وفعلاً ما كان في وراها افتعال وشركة التأمين أصرت أنه في شبهة جنائية وأياً كانت وين حق المؤمن الذي دفع كل هذه الأقصاد لسنوات طويلة وما حصل على التعويض في نهاية الأمر سريعاً لو سبب مهمة شركة التأمين أن تدفع التعويض الصحيح للمؤمن له ولكن عند قيامها بوجود شك يجب أن تلجأ للقضاء القضاء مهم جداً لأن القضاء في أدلة تقدم من جميع الأطراف لو كان هناك حسنية من جميع الأطراف المؤمن له وشركة التأمين واللس أجستر مع المعاين لا مكان فيه عندنا أصلاً فرويد يعني ضيق الوقت لا يمنحنا إلا هذه المساحة الحديث عن الموضوع شيق جداً يمكن أن نعمل حلقة بس عن القصص التي تمر عليكم أشكرك ضيفنا من الكويت السيد حسين العتال وأنت الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتأمين التكافلي وأشكر ضيفنا في الستيديو سيد وليد الجيش وأنت رئيس مجموعة المعاين العرب الدولي شكراً جزيلاً لكم لمتابعة هذه الحلقة والحلقات الفائتة زورونا على موقعنا الإلكترونيسين بسي أريبيا دوت كوم وعلى مواقع التواصل لاجتماعي تويتر وفيسبوك إلى اللقاء اشتركوا في القناة